السلام عليكم و اهلا بكم في تاني حلقة من سلسلة تعلم برنامج تفينشي رسولف مهمة جدا جدا قبل ما تبدأ في الحلقة دي تسمع الحلقة اللي فاتت لانها حلقة مهمة جدا جدا وما بنى عليها كل الحلقات اللي جاي انك سيعرف الانترفيس بتاعت البرنامج كويس جدا وعرفنا مع بعض ان احنا عندنا السبع محاور اساسية البرنامج كله بيقدور حواليهم ان شاء الله بإذن الله ان الحلقة دي هنبدأ ناخد اول محور فيهم وهو الميديا وهنعرف مع بعض في الحلقة دي ازاي بقدر اضيف الملفات بتاعتي الصور والفيديوهات والصوت اي حاجة هنعرف ان شاء الله في الحلقة دي ازاي نقدر نضيف الحاجات دي كده للبرنامج بتاعنا علشان نجهز الملفات بتاعتنا عشان بعد كان نقدر نعمل عليه منتاج قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا حاجة مهمة لازم اكد عليك فيها وهي ان انت لازم تطبق وراي باديك تمام اي حاجة انا بعملها لازم تكون مشغل البرنامج وتطبق وراي بالزبط عشان توصل لنتيجة كويسة وعشان ما تقولش عليك يلا بنا نبدأ اتفقنا ان انت اول ما تفتح البرنامج هيفتح معاك بالشكل ده كده وعرفنا ازاي نقدر نضيف البروجيكت جديد تمام انت لو جيت من هنا كده ممكن تقبر لايكونات بتاعتك بالشكل ده كده وبرضه انت ممكن تغير الستيل بتاعها كده ممكن تخليه عبارة على الليست كده يظهر لك التاريخ ويظهر لك كل البيانات بتاعتك بالشكل ده كده عايز ترجع تاني من هنا كده طبعا السيرش ده تقدر تبحث عن اي حاجة لو انت مستخدم هنا مشاريع كتيرة جميل نبدأ بعد كده نفتح البروجيكت بتاعنا ده كده البروجيكت اللي احنا عملنا الحلقة اللي فاتت نبدأ بس نضغط عليه double click كده هيفتح معانا بالشكل الجميل ده كده دلوقتي بقى نروح لاهم حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة وهو ازاي اقدر اضيف الصوت والصورة والفيديو للبرنامج بتاعي اول حاجة طبعا لازم تتأكد ان انت فاتح هنا الميديا اللي هي اول محور معانا زي ما اتفقنا التاب دي كده الخاصة باي حاجة انت عايز تعملها امبورت للبرنامج بتاعك لو جيت هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها ميديا ستوريج تمام ومن هنا من ميديا ستوريج هنا هتلاقي عندك كده اختصارات تقدر توصل بها للجهاز بتاعك اي حاجة داخلها تقدر تبحث عليها من هنا كده مجرد انك تضعطينا كده هيبدأ يفتح لك الفولدرات بتاعتك اللي عندك على الجهاز تمام بالشكل اللي انت شايفه ده او ان انت ممكن تعمل شورت قد تخص بيك ازاي انك تجي هنا كده وتضغل كليل كيمين وتقوله هنا اد نيو لوكيشن بيبدأ يفتح معاك بالشكل ده كده تبدأ بعد كده اي تختار الفولدر بتاعك او الداتا بتاعتك اللي انت عايز تضيفها انا عندي هنا فولدر انا كنت مجهزه تاست سي اي سي مجرد بس ان اختاره كده وقاله هنا سيلكت فولدر وبص بعلا هيحصل هلاقيه انضاف هنا بالشكل ده كده اهو كان موجود على السي في الديسكتوب مجرد ان انا اضغط عليه كده اهو ده كده الملف بتاعي دلوقتي احنا دخلنا صورة وفيديو واوديو تمام مجرد بس ان انت بتوقف على الحاجة هنا كده لو ضغطت عليها كده هتلاقيها تيجي معاك في البرفيو هنا كده طب لو ضغطنا على الفيديو ده كده ادي الفيديو بتاعك اهو ولو انت وقفت ماشيت كده بص هتلاقي الفيديو بتاعك شغله بمناسبة انت ممكن تكتبوا الصوت بتاعه من هنا كده تمام على الفيديو بتاعك على الشاشة الخاصة بتاعتك دي كده تمام كمثل برضو الاوديو بتاعك مجدد ان تضغط عليه كده هيبدأ يجي عندك في بتاعك كده يعني لو شغلنا الصوت كده وجينا هنا كده بس طبعا انا بجري الاوديو بالشكل اللي انت شفته تكده طبعا انت ممكن تيجي من هنا كده تكبر ايه لايكونات بتاعتك كده بشكل طبيعي يعني اه ممكن تيجي من هنا تعمل للحاجات بتاعتك دي او اي حاجة انت اه طبعا بتحتاج من هنا تمام ولكن مسلا ايه هنخليها كده فيش اي مشكلة وطبعا من هنا كده بتبدأ تختار الشكل بتاعك اما هو بيكون بالشكل ده كده او تخليه على شكل كده يبدأ يجيب لك كل البيانات بتاعتك تمام وتقدر ترجع تاني من هنا كده دلوقتي احنا كده على فكرة ما عملناش اي حاجة في البرنامج يعني البرنامج دلوقتي ما يعرفش الحاجات دي ايه احنا لسه مدخلناش في البرنامج لو انت حتى جيت هنا على قط بص مش تلاقي حاجة ظهرها معك او اي حاجة من هنا دي كده تمام دلوقتي انا اخترت المسار بتاعي بتاع الملفات بتاعتي ولكن ما دخلتهش للبرنامج طب ادخلها للبرنامج ازاي بكل سهولة بمقرد ان انت تحدد الحاجات بتاعتك اللي انت عايز تضيفها وتيجي تسحبها كده هتحطها هنا في بالشكل ده كده كده الحاجات بتاعتي انضافت للبرنامج لو انت ده جيت هنا على القط مسلا كده هتلاقي الملفات بتاعتك موجودة معاك تقدر بقى تشتغل عليها تمام لو رجعنا التاني هنا للميديا لو قلنا مثلا هنا كنترول زد ممكن بقى تيجي انت على الصوت ده تضغط كليك يمين وتقول له هنا اد انتو ميديا بول هيبدأ يتضاف معاك او ان انت تحددهم كده تمام الاتنين دول بقين دول كليك يمين اد انتو ميديا بول هتبدأ كل حاجة تنزلك بالشكل ده لو قلنا بقى ايه كنترول زد كده عايز اقريك حاجة تانية كمان كنترول زد كده لو بصت هنا هتلاقي حاجة هنا اسمها ود Actually HADY حرافين دي حتا جندا جدا طب ايه عادة المسدر ده دلوقتي انت عندك فولدر حطت في الصور وفولدر حطت في الفيديوهات وفولدر حطت في الصوت يعني مثلا مسلا لو جينا اختبأ من هنا كده ده كده فولدر ها어 تمام لو �ipping ساحبناها كده وحطنا هنا في المسجد هنا هتلاقي بص بيقول لك ايه ادي اول حاجة معاك او المسجد او اول حاجة موجودة عندك淇 ог tiden بكفولدر تاني تعال مثلا نجيب الفولدر ده كده مجرد ان انت تسحبه تحط هنا في المستر بص بقى هتلاقيه بيجيب لك كده المسج دي بيقول لك ان الفيديوهات اللي انت هتضفها من هنا دي كده مش واخده نفس بتاع البروجيكت بتاعك يعني انت بتبقى شغال على البروجيكت ده بيبقى فيه فريم ليت معين بقى معين وحاجات من دي الفيديوهات اللي انت هتضفها مختلفة مع البروجيكت اللي انت اخترته طبعا زي ما قلت لك حتة او بشكل عام انا هشرح لك بالتفصيل دلوقتي انت قدمك حلين ممكن تقول له يعني ممكن تدخل الفيديوهات زي ما هي على طبيعتها او ممكن تقول له لا يعمل الفيديوهات دي انا مزبط البوريكت بتاعي على اعدادات معينة فانعايز كل الفيديوهات اللي انا اضيفها اطبق عليها الخصائص اللي انا تدخلتها قال لك مطلق الحرية في الحاجات دي ولا ياكم بس لانا اقولو هنا يعني طبق لي الفيديوهات دي زي البروجيكت بتاعي ما هو شغال بالزبط. بص بقى معلم كل حاجة بتبدأ تجيلك هنا بالتفصيل يعني كل الملفات دي كده كلها موجودة هي. وكمان متضافة للميديابول خلي بالك. يعني مجرد مسلا انك تفتح الفولدر ده بيقولك انت عندك فيه فولدرين. لو فتحت الفولدر ده او ان انت ممكن تجي من هنا ادي دبلومة التصميم مسلا هي. بمجرد ان انت تقف على الفولدر هتلاقي كل حاجة انضافت معك بالشكل الجميل ده نرجع بها كده كده ممكن برضو تعمل ايه ممكن تعمل دروب لي الحاجة بتاعتك بمجرد ان انت مسلا لو جينا كده على ديسك توب وجينا مسلا نضيف الصورة دي كده بمجرد ان انا اسحبها كده واجه على البرنامج وعمل دروب بكده بص هيبدأ اضاف معي مباشرة في الميديابول تمام نتبه انا كده علمتك كل الطرق الممكنة ان انت تقدر تدخل بيها الميديا بتاعتك للميديابول او البرنامج بشكل يبقى دلوقتي ايه اللي موجود معي في البرنامج هو الصورة دي فقط لو احنا جينا على هنا هتلاقي الصورة بتاعتك هي اللي موجودة يبقى احنا ايه نرجع تاني نحزف الصورة دي كده خلينا نشتغل على الحاجات بتاعتنا طبعا عشان امسع اي حاجة بمجرد ان انا بحديتها كده واضغط من الكيبورد بعد كده اقول له هنا بيبدأ اتحزف معي عادي جدا نيجي كده على بتاعنا التلات حاجات دول كده احديتهم اقول له يمين هينضافوا معي بالشكل ده كده ايبقى دلوقتي اني راجع الخطوات تاني عشان تبدأ تضيف الملفات بتاعتك للبرنامج اول حاجة بتحدد اتراك بتاعك او المصار بتاعك من هنا ولو انت عملت يمين بيبدأ على فكرة وبعد ما بتحدد المصار بتاعك بتبدأ بقى تضيف الحاجات بتاعتك وعرفنا فايدة هنا بتعمل لنا ايه كمان لو انت ضغطت على الفيديو مسلا او اي حاجة خاصة بيك هنا بيبدأ يفتح معاك حاجتين جميدين جدا هنا حاجة خاصة به الاوديو تأسيلات بتاعة الاوديو تمام يعني انت بتفتحها من هنا وبتخفيها من هنا بالشكل ده كده تمام وكمان عندك هنا اللي هي بالشكل ده كده برضو بتخفيها وبتفتحها من هنا كده وهتلاقي في هي الميتة بتقول لك تفاصيل الحاجة اللي أنت لايفاً عليها يقول لك ان ده كده آآ فيديو الفريم بتاعه 30 الاوnat بتاعته كده الكواريت بتاعته كده ومليته كده والكلام دهكل وبرضو لو انت ضغطت هنا على الاوديو خلينا بس هنا نقفل الصوت لو ضغط هنا على الاوديو كده بص كده بيبدأ يجيب لك هنا تأثيرات الصوت بتاعتك برضو في الميتة دات هنا بيقول لك ان هو و البيانات بتاعته كلها وكمان ما كانوا فيهن على الجهاز لو جيت هنا على هتلاقي هنا بيجيب لك التأثيرات آآ الموسيقى بتاعتك اللي انت جيت شغلت كده لو فتحنا الصوت وشغلت كده بالشكل ده كده طبعا الحاجات اللي هنا دي كلها كده انت بس بتبدأ تعمل على الحاجة اللي انت مدخلها احنا اتفقنا ان التاب الخاصة به الميديا انا بس بدخل الملفات بتاعتي له الحاجات بتاعتك بحيث ان انا بقى لما ادخل بقى على اي تاب تانية بعد كده ابدأ اشتغل على الملفات اللي انا حددتها وبرضو انت لو جيت هنا هتلاقي عندك هنا آآ شوية خصائص كده لو انت جيت هنا هتلاقيه طبعا ده اللي بيكبر الايكونز بتاعتك بالشكل ده كده وهنا طبعا بتاعك وهنا زي ما اتفقنا الشكل بتاعك بيكون عامل ازاي يعني هنا تمام يبدأ يعرضها لك بشكل كده بيقول لك ان ده كده اوديو فيديو صورة وانت عندك برضو في حتة دي في حتة قوية جدا ان انت طبعا لازم تكون جايب الليست لو جيت هنا عدتات نقط كده هتلاقي عندك اول حاجة شو فيلم بص كده دي احنا وقفين على الصورة كده لو قفنا على الفيديو بيقول لك دي كده ما مراحل الفيديو بتاعتك بيبدأ يجيب لك الفيديو بتاعك كله هنا كده حتى لو كان الفيديو بتاعك ساعة تمام بيبدأ يعرضولك هنا كده بالمدة بتاعتك كلها انما انت لو جيت هنا في العرض الثاني ده بالشكل ده كده لو جيت هنا على الثلاث مقاط مش هتلاقي اصلا الفيلم يشغل معي تمام وطبعا احنا عارفين ان احنا عشان نحفظ البروجيكت بتاعنا ده طبعا ممكن اجي هنا من فايل سيف اس تمام احفظه في اول مرة بس كده في مكانه وبعد كده ممكن اعمل للبروجيكت بتاعي بحيث ان انا لو عملت حاجة اقدر احفظها ولو حصل اي مشكلة عندي في اللاب الحاجة اللي انا عملتها ما اضعش مني فاحنا نقول له كده هيبدأ يحفظ معايا بالشكل ده كده بس كده يا سيدي ديال كده كل الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لك النهاردة وعرفنا مع بعض ازاي نقدر ندخل اي ملف عندنا للبرنامج بتاعنا ونجهزه بعد كده للشغل عليه ان شاء الله بازن الله بقى الحلقة الجاية هنتعلم بقى ازاي نعمل قط على الفيديوهات بتاعنا او الصور والاوديو بتاعنا ده من الايكونة التانية دي كده في النهاية لو حس ان الموضوع مفيد بالنسبة لك ومهتم بالمجال ما تنساش تعمل نهاية لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة شكرا وبنستانيك في الفيديو الجاية